بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياد المستجدات الأمنية في البلاد وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وضبط سلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والأمن العام وذكر أعلام رئاسة الجمهورية في بيان له أن صالح والفياد أكد ضرورة حماية أمن ومتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتذاءات التي تمثل استهدافا لسيادة البلاد واستقرارها كما شدد صالح خلال لقائه مسشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي على ضرورة إرساء سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين وملاحقة الجماعات الخارج عن القانون ومحاسبتهم وبدل الجهود للحلولة دون زعزعة أمن البلاد